هذه قد وفت بالحكم وهذه على خلاف العادة العادة في الناس أن المرأة مجرداً تطلق ويتوفى عنها زوجها أهلها يأخذونها ولا يبقونها في بيتي على خلاف ما أمر الله تعالى به أسكنهن من حيث سكنت من وجدكم أمر الله عز وجل بسكن المطلقة وجعل الحق المتوفى عنها أن تعتد في بيت زوجها ولا تأخش منه ولا يجوز لا يجوز هي أن تخرج ولا يجوز أن يخرجوها لا يخرجونا لا يخرجونا من بيوتهن ما يجوز لكم ما لا يجوز لكم أنتم من تخرجونا ولا يخرجونا ولا يحق لهم من تلقاء أنفسهن أن يخرجونا ويعتددنا في بيت آخر في بيت الأب وبيت كذا الواجب على المسلمين أن يتقيدوا بأمر الله في العدة الظلم وإعتداء على حق لله سبحانه وتعالى لابد للمرأة أن تعتد سواء كان من طلاق وإلا من وفاة لابد أن تعتد في بيت زوجها ولا يجوز لأهلها أن يخرجوها لكنها الآن هذه وفت واعتدت في بيت الزوج ثم خررت لبيئة آلها هذا هو المطلوب لكن لو أراد أهل الزوج مثلا أو الزوج إذا كان الزوج مات أهله أو الزوج نفسه أن يتبرع لها بعد ذلك بسكنة فهذا الأمر إليه من باب الصلة ومن باب الوفاء وكذا لكن الأصل فيها أن بعد العدة هي ترجع إلى بيت أهلها كما فعلت هذه المرأة